في تواجهها واسعوا الاتحادات الرياضية استعرضوا خلال اللقاء مجملة المشاكل والنواقص التي تعترض عملهم والتي من أبرزها وفق تعبيرهم نقص المعدات والتمويلات والتكوين والمشاركات الخارجية والبنية التحتية الرياضية إضافة إلى غياب المقاولات الرياضية القادرة على خلق فرص عمل وعيدة للشباب والتمكن لهم مع نقص الرعاية وضعف خضور الممارسة الرياضية المنتظمة في الوسطين المدرسي والجامعي الوزير بعد الاستماع لمداقلات الرعاسي وممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية أكد استعداد القطاع الدائم لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الهئات الرياضية وذلك على أساس موضوعي وشفاف مع قونة الإطار المؤسسي المنظمي لعمل هذه الاتحادات من أجل الرفع من مستوى أدائها وتعزيز حضورها المحلي وتمثيلها الخارجي في إطار الدبلوماسية الرياضية كل ذلك يضف الوزير في إطار ترجمة الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية الممارسة الرياضية والنهوض بالعمل الرياضي وتطويره مطالبا الاتحادات الرياضية ببدل جول أكبر قصده الرعيم مستوى الرياضة في بلادنا